اهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج آية في حكاية وآية اليوم من مضمور 18 آية 1 بيقول داود النبي حبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحصني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي قرن خلاصي وملجأي الآية دي جميلة قوي بيجد داود النبي في ربنا كل حاجة بيجد فيه كل القوة وكل الرجاء وكل الحماية وكل السند وكل المعونة بس كل دا جاي منين أنه هو حب ربنا قوي فالحب هو اللي بيدي القوة يعني أي إنسان بيدوق محبة ربنا بيبقى إنسان قوي في الحياة حتى على المستوى الإنساني يعني ما يكونوا الزوجين بيحبوا بعض يبقوا أقوية جدا أقوية في مواجهة الحياة ومواجهة كل شيء تبقى نفسيتهم قوية لكن أما يكون الإنسان مش متمتع بالحب يبقى إنسان نفسيته ضعيفة عشان حتى كده فيه تعبير بسيط كده بنقوله داريك في مصر بنقول دا طلع شبعان من بيت أبو شبعان يعني شبعان بالحب فما طلع شبعان بالحب بقدر يواجه الحياة إنسان قوي جدا وقف على أرض صلبة يواجه أي شيء ممكن يواجهه في الحياة بقوة وبسند هو اترب عليه هكذا الإنسان اللي مع الله الإنسان اللي شبع من محبة ربنا المحبة دي بتخليك إنسان قوي جدا عشان كده معلمنا بولوس ألف رومية 8 من سيفصلنا عن محبة المسيح لما يكون شبعانين بمحبة المسيح للمجد يبقى ما فيش بقى لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا الجوع ولا عري ولا خطر ولا سيف كل الحاجات دي ما تقدرش تفصلنا عن محبة الله عشان كده داود النبي قال في المضمور 18 وحبك يا رب يا قوتي الحب بيدي إيه قوة طيب ربنا هيعمل لك إيه داود قال لا دا كل حاجة بقى حبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي شوفوا الصخرة قوية جدا أي حاجة تقع الصخرة هي اللي تتكسر لكن الصخرة تبدأ القوية الرب صخرتي وحصني ومنقذي الحصن دا لما بروح الأديورة منلاقي زمان كان في حاجة اسمها الحصن ما كانوا بيهجموا على الأديورة فكان يبقى فيه مبنى كده ليه زي كبري صغير كده وكل الأباء الرهبان يقيروا عليه لو لاوا أعداء جايين ويقفلوا على نفسهم وممكن يعودوا أسابيع وشهور معهم أكلوا احتياجاتهم كلها فالأعداء مع الوقت يبعدوا عن المكان فالدام سمينه إيه الحصن داود النبي بقى معتبر مين الحصن بتاعه هو ربنا عشان كده قال له الرب صخرتي وحصني ومنقذي وكمل وقال إلهي صخرتي به أحتمي أنا مش بحتمي على فلوسي والإمكانيات ولا أنا مالك وكل الناس بتسمع كلامي لا أنا بحتمي على ربنا إلهي صخرتي به أحتمي وقال كمان ترسي الترسي دا اللي هو بتمسك في الإيدين الشمال للمحارب وفي إيديه اليمين السيف فبالترس دا بيشيل كل الإيه كل السهام اللي جاي عليه وكل الضربات اللي بتيجي عليه الرب هو ربنا هو الترس بتاعي وقرن خلاصي وملجائي هو الحماية بتاعتي هو السند بتاعي هو المعونة بتاعتي لما يكون عندي مشكلة أعمل إيه أهم حاجة أعمل إيه أهم حاجة ألجأ ليه فيه أوقات ناس نقول لهم في المشكلة نصلي يقول لي يا مفيش حاجة غير الصلاة قولونا بس حلول عملية لا دا هو دا الحل العملي القوي الأساسي إن احنا نحط كل رجاءنا فيه كانت فيه ترنيمة زمان جميلة بتقول كل حاجتي إليك كل أعوزي لديك كل تكلني عليك يا رب يسوع يعني كل رجائي فيك انت كل حمايةي عندك انت كل سنة دي كل ما عنتي انت هنا داود النبي بيحب ربنا قوي وبسبب الحب ده شاعر بقوة غير عادية عشان كده قال إن يحاربني جيش فلن يخف قلبي إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن آه ربنا بيدينا عطايا بس هو ربنا أهم من العطايا آه ربنا بيستند بس هو ربنا نفسه هو الأهم عايزين نجبع من محبة الله نفسه زي ما قال القديس أغناطس الأنطاقي الله المسيح ليس هو باب الرجاء بل هو موضوع الرجاء المسيح هو الأساس هو الهدف ما نلجأ لي ونمسك فيه زي ما قال القديس موسى الأسود إلجأ بنفسك إلى الله فتستريح فعاوزين كلنا نحفظ الآية الحيوة دي مضمور 18 آية 1 داود النبي بيقول أحبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحصني ومنقزي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي قرن خلاصي وملجائي لإلهنا كل مجد كرام الأبد أمين